بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مدونة العتالى المعلومات ان شاء الله النهاردة هنستعرض انتفيروس جديد لهواتف الاندرويد طبعا الانتفيروس هنستخدمه النهاردة فيه منه نسخة للكمبيوتر وشرحناه قبل كده على المدونة عندنا والنهاردة هنستعرض النسخة الخاصة بهواتف الاندرويد طبعا فيه منه نسخة مجانية وفيه منه نسخة مدفوعة النسخة النهاردة هنشتعل عليها النسخة المدفوعة وزي ما احنا متعودين طبعا كل البرامج اللي بنزلها على المدونة او التطبيقات بتكون نصخ برو مدفوعة. طبعا رابط تحميل الانتفيروس هيكون موجود اسفل الفيديو داخل المدونة زي ما احنا شايفين ده شكل الانتفيروس. تمام اسمه زيمانا اسمه زيمانا انتفيروس للاندرويد تمام. طيب هنيجي اول حاجة نفتح البرنامج بيفتح معنا بالوجه اللي احنا شايفينها ديه طبعا انا مصطبه واشتغلت عليه قبل كده. عشان نتأكد ان هو نسخة برو بنيجي هنا فوق نضغط كده على الثلاث شهرات دور بنروح على الستنج وبعد كده بننزل تحت بنروح على الاراوت خد بالك ان هو مكتوب بريميوم ليسنز لايف تايم يعني نسخة مدفوعة ومفاعلة مدى الحياة يعني مش هتقابل فيها اي مشاكل تمام هنرجع هندقل على الستنج ونعلم على كل الاختيارات اللي احنا شايفينها قدامنا ديت طبعا اول اختيار اللي هو الموبايل داتا ده انت ممكن ما تستخدموش على اساس لو انت مثلا الباكة بتاعتك ض فما اتعلمش على الاول اختيار انا شخصيا معلم على كل الاختيارات الثاني اختيار ده برد مهم جدا والثالث والرابع تمام؟ وكل الاختيارات ده مهمة فيفضل ان انت هتعلم عليها طيب هنرجع تاني زي ما احنا شايفين هنا عندنا حاجة تسمها فاست سكان في حاجة اسمها فول سكان فول سكان هايامل فحص كامل او اسكان كامل على جهاز الاندرويد بتاعك عشان لو في اي فيروس يبدأ يشيره اما الفاست سكان بيعمل اسكان برده ولكن بشكل سريع اسرع من الفول سكان فلو احنا افترض هنعمل فاست سكان هندوس عليها. زي ما احنا شايفين هيبدأ يعمل سكان لكل اللي على الموبايل سواء اللي جاية مع الموبايل او سواء اللي انا بسطبها على الموبايل. طبعا الموبايل اللي انا بشرح عليه حاليا ان هو فاضي مفيش في اي بتاعت السيستم عشان كده السكان بيكون سريع جدا. تمام هنا بيقول لك يعني مفيش اي حاجة في تلفون التلفون نظيف مفيش اي حاجة خالص. تمام? بياخد منك وقت شوال ان بيكون فحص عميق للتلفون وده افضل طبعا عشان لو في اي فيروس في اي حتة في التلفون يبدأ يحزفه. عندنا هنا لو انت عاوز تعمل بتضغط مرة واحدة كده وبتستنى شوية مش بيزهل لك اي حاجة. تمام بحد ما هو بيعمل ابديت لوحده وعنين بيكتب لك اب تو ديت. هو اب تو ديت اللي هو اخر ابديت انا عملته النهار. ده باختصار كل حاجة في برنامج. طبعا في حاجة برضو مهمة عايزة اوليالك. لو مسلا وانت بتعمل سكان لقيت فيروس ولا حاجة وحابب ان انت تحتفظ بالملف ده او انت مش عايز تنمسحه على الرغم ان هو في فيروس في عندك حاجة فوق اسمها هنا لو نازلنا بالشريط هتلاح حاجة اسمها واي تليست واي تليست دي لو ضغطنا عليها هتلاح جوال حاجات اللي انت ضفتها عشان البرنامج ما يتعرفش عليها كنوع من انواع الفيروسات او ما يحزفهاش لما يكون فيها فيروس. تمام? ده كان شرح بسيط دي البرنامج ودي اي كونت البرنامج زي ما شفنا مع بعض رابط تحميل البرنامج هيكون موجود اسفل فيديو. يا ريت لو انت اول مرة تشوفنا علي يوتيوب تعمل سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو وتعمل جول الجروب بتاعنا على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.